السلام عليكم متابعين الكرام ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة؟ قد ثبت في السنة الصحيحة بما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أي أنه عن ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة؟ فإن أول ما يحدث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ومعنى ذلك أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في هذا الوقت ولا يسأل ملائكته عن عباده وإنما يتفقد أحوالهم عز وجل ثم يستجيب لمن يدعونه في هذه الساعة ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة؟ فعنه أيضا فإنه عز وجل يعطي من يسأله حاجته من حوائج الدنيا أو الآخرة وينظر لمستغفريه فيغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم ويرزق من يطلبون الرزق ويكون الله جل في علاه أقرب ما يكون من عباده في هذه الساعة لذا أوصى صلى الله عليه وسلم بذكر الله في جوف الليل الأخير فقد ورد في الجامع الترمزي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن يوصى بأربعة أذكار في الفجر تجعل ذنوبك تتساقط عنك كأوراق الشجر سبب البرودة الشديدة في الشتاء تحذير للمذنبين يجعلهم يسارعون بالتوبة ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة فإنه كذلك هذا وقت شريف مرغب فيه خصه الله تعالى بالنزول فيه وتفضل على عباده بإجابة من دعاه فيه وإعطاء من سأله إذ هو وقت خلوة وغفلة واستغراق في النوم واستلذاذ به ومفارقة اللذة والراحة صعب على العباد فمن أثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه وفي ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة فإن الله سبحانه وتعالى يفك رقاب عباده من النار ويتوب على من سأله التوبة في هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة راحتها وسكنها فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في الدعاء إذ لا يقبر الله دعاء من قلب غافل لإله فلذلك نبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت ومن ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة بهذا الوقت تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا ليستشعر العبد الإخلاص لربه فتقع الإجابة منه تعالى رفقا من الله بخلقه ورحمة لهم ففي ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة فإن الله عز وجل ينزل رحمته ويمن عليهم بالسكينة ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة يجزل الله تعالى الثواب والأجر عن قيام الثلث الأخير من الليل والصلاة لأنه يعد من العبادات المفضلة عند الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها وقد خص الله تعالى عباده الذين يقومون الثلث الأخير من الليل بالأجر العظيم لأن القائمة يهجر فراشه الدافئ والنوم المريح ليعبد الله عز وجل والناس نيام لذلك فعل المؤمن حقا استغلال هذا الوقت ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة يمدح الله تعالى لمن يقيم الليل ومن ضمنها آخر ساعة قبل أذان الفجر قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من سورة السجدة وكذلك المستغفرين في هذا الوقت فقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار وقال عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون وليس هناك أعظم من مديح قادم من رب الكون أجمعين ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة تحقيق علامات المتقين ويذكرهم الله تعالى بأحسن الذكر كما قال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقد استحقوا هذه المنزلة لأن في قيام الليل مجاهدة للنفس والشهوات ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة القائم بهذه الساعة يجلس بين يدي الله قائفا متضرعا ليغفر له ويرحمه ويستحق هذه المنزلة كما يتحقق الخشوع في الصلاة وامتيازها بالإخلاص لأن القائمة يقوم لوحده بعيدا عن أعين الناس النيام مما يضمن نقاء نيته ويحميه من دخول الرياء إلى قلبه إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك